في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر يا سلام نعمة كبيرة والله العظيم نعمة كبيرة ان ربنا هدانا للإيمان بل الله يمن عليكم ان هداكم للإيمان ان كنتم صادقين النعمة دي نعمة كبيرة ان جعلنا خير أمة اخرجت للناس كنتم خير أمة اخرجت للناس أبو الله العظيم نعمة كبيرة نعمة كبيرة ان ارسل الينا افضل رسله وانزل افضل كتبه ارسل الينا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رحمة ربنا الكرة الارضية اللي حق لنا ايه حق لنا يعني يجب علينا ومن حقنا ان نفرح والقرآن قال لنا كده افرحوا قل قل لهم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا بتنكد على نفسنا ليه فضل ربنا كبير وكان فضل الله عليك عظيمة ايه والله ايه والله فضل الله علينا عظيمة ولا ينكره الا جاحد كنود جحود يبقى بفضل الله وبرحمة الله فليفرحوا لام الامر اهيه اللي اندي سموها لام الامر افرحوا هلنفرح بايه بفضل الله ايه بفضل الله هو برحمته فضل الله انهدانا للامان ده نعمة كبيرة اما تقرأ في صورة فاطر انا بس قلت افتح شهيط حضراتكم كده على النعم اللي احنا فيها بدل ما الناس مشى في الشارع كده بتكلم نفسها الناس يعني الا من رحم ربك الناس مكتائبة ومكروبة ومهمومة شوف ازاي في حين ان القرآن يقول لنا يا ايها الذين امنوا قلنا له نعم قال اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعم ربنا يا حضرات فلما تذكر نعم ربنا تحس بالنعيم اللي انت فيه وتحس بالخير فقلبك يسكن كده ويطمئن نسكن ونطمئن وان شاء الله ان شاء الله اللي جايه بقى احسن انا بكلمكم عن الجنة وبنتكلم عن اعلى حاجة في الجنة جوار وصحبة سيدنا النبي في الجنة وما هي المؤهلات ايه الحاجات اللي بتؤهلك انك تبقى جوار النبي في الجنة انك تبقى رفيق سيدنا النبي في الجنة ولما حتنظر حتلاقي سبحان الله يعني كل واحد له مع الله حال فيه ناس بتصل الى الله من باب الصدقة وفيه ناس بتصل من باب الصيام اثنين وخميس وفيه ناس بتصل من باب جبر الخواطر شوف ازاي وفيه ناس بتصل من باب قضاء حوائج العباد مصالح الناس وهكذا كل واحد سبحانك يا رب وذا من كرم ربنا علينا كل واحد له باب يصل به الى الله تبارك وتعالى